قلية الفقه الحنفي الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين وبعد فأيها الإخوة الأحبة قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدرين أمين ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية لازلنا إخواني وأخواتي في مبحث صلاة المسافر وقلنا إن فرضه في كل رباعية ركعة ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام إلى آخره هنا يقول ولا يزال على حكم السفر الآن هذا المسافر فارق عمران مصره محلته وبدأت تجري عليه أحكام السفر يقصر الرباعية تسقط عنه الجمعة والجماعة له أن يترخص بالفطر في نهار رمضان إلى متى يبقى عليه حكم السفر جاريا؟ قال يبقى جاريا حتى يدخل مصره الذي خرج منه بمجاوزة آخر بيت حكمنا بسفره بمجاوزته إذا جاوزه داخلا فإنه يحكم بكونه مقيما وينقطع حكم السفر عنه هذا واحد إذن يبقى حكم السفر جاريا عليه حتى يرجع إلى مصره الذي سافر منه طيب أو ينوي حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية فإنه يصير مقيما ينقطع حكم السفر عنه الأول يسمى وطنا أصليا والثاني يسمى وطن إقامة كما سيأتي معنا في نهاية هذا المبحث إذن لا يزال على حكم السفر حتى يدخل عليكم السلام مصره أو هذا مصر الذي خرج منه له الوطن الأصلي الذي له فيه أهل أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية هذا يصير وطن إقامة له وفي كلا الوطنين يكون مقيما فيتم الصلاة قال لأن السفر إذا صحه لا يتغير حكمه إلا بالإقامة الأصل في الأوصاف الحادثة العدم ما لم نتيقن الأصل أني في وطني مقيم لا يحكم بسفري إلا إذا نويت السفرا تقصر في مثله الصلاة كما مر معنا وبمجاوزة عمران البلد الآن جرى علي حكم السفر حكم بسفري الآن لا يحكم بإقامتي إلا بعد التيقن من انقطاع السفار إلا بتهم وذلك بالعود إلى مصر أو باتخاذي وطنا لإقامتي ومتى يقال هذا وطن إقامة إذا أقمت في مصر أو قرية خمسة أو إذا نويت إقامة خمسة عشر يوما في مصر أو قرية واضح؟ قال والإقامة بالنية الإقامة تتحقق بالنيته هذا في وطن الإقامة بنية إقامة خمسة عشر يوما في هذا الوطن أو بدخول وطنه أروع مئة ثمانية أو بدخول وطنه اللي هو الأصل متى يحكم بإقامتي؟ إذا نويت إقامة خمسة عشر يوما فصاعدا في مصر أو قرية فيصير هذا الوطن الذي نويت الإقامة فيه يصير وطنا وطن إقامة لي وكذلك الإقامة تحدث أو تحصل بدخول وطنه الأصلي إذا رجع إلى وطنه الأصلي يحكم بكونه مقيما قال لأن الإقامة ترك السفر ما هو تعريف الإقامة؟ ترك السفر فإذا اتصل بالنية أتم ترك السفر واتصل بنية إقامة خمسة عشر يوما فعندها يتم الصلاة ولو أثناء الصلاة يعني أنا الآن مسافر ولم أكن حينما دخلت في الصلاة ناويا الإقامة أثناء الصلاة جاءني خبر لابد أن أقيم في هذا البلد خمسة عشر يوما قبل أن أسلم نويت الإقامة خمسة عشر يوما ما هو الحكم المتوجب عليه؟ ما هو؟ أن أتم الصلاة وأنا نويت في بداية الصلاة نويت أن أصلي ركعتين فرض الظهر قصرا تمام؟ لكن أثناء الصلاة نويت الإقامة فهنا لا أسلم على رأس الثانية بل أقوم وآتي بركعتين أتم الظهر واضح لأني صرت مقيما بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية لأن السفر إن شاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية هنا يريد أن يفرق بين الإقامة وبين السفر السفر فعل إن شاء فعل فلا يكفي فيه مجرد النية لابد من نية مقترنة بالفعل نويت السفر وها أنا قد باشرت السفر وها أنا قد خرجت من عمران بلدي الآن يحكم بكوني مسافرا أما الإقامة ليست فعلا وإنما هو ترك فعل السفر وهذا الترك يكفي فيه النية نعم كما في الإسلام والكفر الإسلام فعل فمع النية لابد من التلفظ بكلمة الإسلام أليس كذلك؟ لكن الكفر ترك للإسلام فبمجرد أن ينوي الإنسان والعياذ بالله ترك الإسلام يكفر لا يحتاج إلى أن يتلفظ أو أن يفعل فعلا مكفرا واضح؟ الترك بمجرد النية تتحصل أما الأفعال لا يكتفى فيها بالنية نويت الحج وجلسته هل حججته؟ ما حججته نعم ولا حجة العيرو لأن السفر إن شاء الفعل فليصير فاعلا بالنية واضح هذه طيب قال وأما دخول وطنه الآن هو علل لماذا يصير الإنسان مقيما بنية الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا ولماذا يصير مقيما إذا رجع إلى وطنه إذا دخل وطنه في السابقة علل الإقامة بنية الإقامة الآن يعلل لماذا يصير مقيما إذا دخل وطنه قال أما دخل الوطن فلأن الإقامة للارتفاق الإقامة يريد أن يرتفق وأنه هذا الارتفاق يحصل بوطنه من غير نية لا يحتاج أصلا إلى نية الإقامة في وطنه وطنه بلده مجرد ما يصل إليه الإنسان يرتاح ويطمئن ويجد أهله فلا يحتاج أصلا نية الإقامة بمجرد أن يدخل وطنه يصير مقيما ولا يحتاج لنية الإقامة نية الإقامة يحتاج إليها إذا أقام في غير وطنه الأصلي له وطن الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا وكذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية نعم يعني هذا ليس نصا لحديث لكنه واقع يعني نقل لواقع فهم فعلا كانوا يسافرون ويعودون ولم يكون يعني لم يرد أنهم كانوا ينوون السفر لم يرد ذلك طيب بأي شيء يصير الوطن وطنا أصليا للإنسان يعني كيف نميز الوطن الأصلي بأربعة أمور بلد ولدت فيه أدام عايشي فيه أو بلد نشأت فيه تربيت ولدت مثلا في في الزرقاء لكن أنا نشأت في عمان فعمان هي وطني تمام أو مثلا أنا أعيش فيه لم أنشأ فيه لكني الآن أنا أعيش فيه عملي مثلا أنا أعمل في العقبة مثلا أو أعمل في بلاد الخليج والشيء الراب أو أدرس مثلا الطلاب مثلا القرغزيين الأفارق الذين يعيشون في الأردن للدراسة هؤلاء مقيمون في الأردن هنا الوطن الأصلي لا علاقة له بالجنسية قد يكون إنسان متجنس معه جنسية أمريكية بس مقيم في الأردن أو العكس صحيح جنسيته نيجيري ولكنه مقيم في الأردن إذا ذهب إلى أهله في نيجيريا في الإجازة مثلا مكث أسبوعا أسبوعين هناك يكون مسافرا إن لم يكن له أهل طبعا زوجة أهل الزوجة حصرا واضح؟ لا لا عبرة بسكن الوالدين ليس العبرة بسكن الوالدين فمثلا الطلاب الذين يعيشون هنا في عمان ويدرسون في الجامعة ولهم أهل في بلادهم دا وطنهم الأصلي أين هو؟ الوطن الذي يعيشون فيه الآن للدراسة أو للعمل وليس الوطن الذي ولدوا فيه ليس الوطن الذي ولدوا فيه حتى إذا ذهب هناك يذهب كالضيف يذهب هنا يومين أو يومين هنا يضيف ليس كذلك هنا دار الإقامة ويعني أقوى مظهر من مظاهر الوطن الأصلي ما هو؟ التأهل أن يكون له أهل ومعنى الأهل الزوجة الوطن الذي لك فيه زوجة فهو وطن أصلي بمجرد دخوله يصير مقيما ولا يمكن أن يكون للإنسان وطنان أصليان إلا إذا كان متزوجا أكثر من زوجة واحدة؟ فقط أينما وجدت الزوجة فهي دار إقامة وهذا ظاهر الرواية هناك قول بغير ظاهر الرواية أن من له من له بيت فيكون المكان الذي فيه بيت له فيه بيت يكون وطن أصلي مثلا أنا ساكن أهلي في عمان لكن إلي مزرعة مثلا في إربد إلي بيت باسمي وحينما أذهب إليه أذهب إليه بيتي باسمي فهذا القول على غير ظاهر الرواية يكون وطنا لي على ظاهر الرواية لا مدام ليس فيه أهل فأنا مسافر ولست مقيما طيب قال وأما المدة خمسة عشر يوما لماذا قلنا لا تصح نية الإقامة إلا بنية إقامة خمسة عشر يوما يعني لو نوى إقامة أسبوعين في مصر في بلد هل يصير مقيما ها لماذا أقل من أين أتينا بهذه الخمسة عشر يوما من الآثار أبو حنيفة رضي الله معروف مذهبه أنه لا يبني الأحكام والمقدرة يعني لا يبني المقادير على الرأي لابد أن يكون عنده فيه نقل قالوا أما المدة خمسة عشر يوما فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف ذلك إلا توقيفا واضح الأثار ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل فاعتبرنا الخمسة عشر كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر إذ ذهى أثر في إيجاب الصلاة وإسقاط هنا استدل على الخمسة عشر يوما بنوعين من الاستدلال الأول نقلي والثاني عقلي قياس الأول طبعا هو المعتمد يعني في الاستدلال الآثار لأنها مسائل تقديرية ولا بد أن يكون فيها آثار لأن المقادير لا تنصب بالرأي فعال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا قدمت بلدة قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة خمس عشرة ليلة خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها شو يعني فأتم يعني صرت مقيما إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نيتك أن تمكث فيها خمسة عشر يوما فصاعدا فأنت تصير مقيما فعليك إتمام الصلاة واضح نعم وإن كنت لا تدري متى تضعا فاقصرها إذا كنت تعرف أنك ستقيم خمسة عشر يوما فصاعدا فتصير مقيما لكن لو كنت ترجو أمرا أنت الآن مسافر ذهبت إلى أمر أمر معين إلى مصر إلى الشام إلى الصين مثلا وأنت تنتظر معاملة متى ما تمت فأنت ستسافر ربما اليوم ربما بعد شهر ربما بعد سنة فأنت مسافر حتى تقضى حاجتك تبقى مسافرا تبقى مسافرا ولو سنة ولو سنتين ولو عشر سنين واضح؟ تبقى في حكم المسافر قال وإن كنت لا تدري متى تضعا متى تسافر تقول اليوم غدا اليوم غدا فأنت في هذه الحالة مسافر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري متى تضعا فاخسر طيب هنا الطريق الآخر في الاستدلال وهو الاعتبار القياس على إيش عندنا كثير وعندنا قليل عندنا مدة إقامة قليلة هذه بالإجماع لا تقطع السفر يعني مثلا عند الشافعية إقامة نية إقامة أربعة أيام فصاعدا يصير الإنسان متما يصير الإنسان مقيما بهذه النية الحنابلة إحدى وعشرين نصلاة المالكية كأنه ثلاثة أيام لكن ما دون ذلك بالاتفاق أنه إقامة ساعة ساعتين يوم يومين لا لا يقطع السفر الإقامة الطويلة تقطع السفر الإقامة القصيرة لا تقطع طيب ما هو ضابط القلة والكثرة تذكر في الماء مثلا قلنا في الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة والماء القليل ينجس بمجرد الملقاة طيب ما هو الضابط بين الكثير والقليل خمسة بخمسة صحيح؟ عشرة أذرع بعشرة أذرع خمسة متر وخمسة متر هنا نفس الشيء قلنا الطهر فاعتبرنا الخمسة عشرة كثيرا فاصل اعتبارا بمدة الطهر أقل مدة للطهر طهر المرأة كام؟ خمسة عشر يوما صحيح؟ فلها أثر في إجاب الصلاة وإسقاطها فما دام لها يعني هكذا نوع من الأثر في إجاب الصلاة وإسقاطها فاعتبرناها بها قال وإن نوى أقل من ذلك نوى أقل من خمسة عشر يوما فهو مسافر وإن طال مقامه لم ينوي إقامة خمسة عشر يوما نزل الأردن وهو يبحث عن زوجه متى ما وجد زوجة سيسافر فهو ليس من أهل الأردن يبقى مسافرا يبحث اليوم غدا السنة هذه السنة التي تليها العشر سنين هذه التي تليها بقي يبحث ولم يجد وهو صادق متى ما وجد زوجة تنسها أو يريد حاجة معينة مثلا نقول هذا الإنسان ما دام لم ينوي إقامة خمسة عشر يوما فعندها يبقى مسافرا واضح؟ واضح المسألة؟ ها طيب لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوكة عشرين ليلة يقصر الصلاة هنا أقام عشرين يوما مع ذلك بقي يقصر طب أقام أكثر من خمسة عشر يوما لكنه لم ينوي لم ينوي الإقامة وعن أنس رضي الله عنه قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوسي تسعة أشهر يقصرون الصلاة منطقة وانظروا في الهامش عندكم قال أنس رضي الله عنه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامة هرموزة تسعة أشهر يقصرون الصلاة منطقة في بلاد فارس أقاموا مجاهدين يعني أقاموا بها بعد أن فتحوها أقاموا لأنهم لم ينو إقامة خمسة عشر يوما صحيح؟ يعني كان بإمكان الواحد في أي لحظة يمكن يدعى من قبل أمير المؤمنين ممكن الآن يعني يصير بيننا وبين القوم قتال أو يمكن يتحرك إلى سرية أخرى ربما نبعث بعثا آخر فهو على أهبة الاستعداد للسفر فما دام لم يعزم على إقامته خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يبقى في حكم المسافر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ستة أشهر وكان قال إذا أزمعت إقامة أتم إذا أزمعت يعني إذا أجمعت على الإقامة إقامة خمسة عشر يوما كما مر في الأثر السابق فإنه يتم وعن ابراهيم عن علقما رضي الله عنه أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين أقام بخوارزم سنتين وهو إيش يقصر الصلاة لماذا 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 يقصر صنتين أيوة لم ينوي إقامة خمسة عشر يوما متى نحدد خمسة عشر يوما إذا كان عالما أو ناويا الإقامة أما إذا لم يكن عالما متى يخرج من هذا المكان فلا يكون وطنا له الوطن معناه ارتفاق بدي أمكث هنا صحيح هل هو الآن نوى الارتفاق خمسة عشر يوما لا إذن يبقى يقصر ويترخص بلخص السفر ما دام مسافرا وعن أنسر رضي الله عنه قال أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين وعن الحسن قال كنا مع الحسن بن سمرة رضي الله عنه ببعض بلاد فارسة سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين هنا يقصر لك لا يجمع إحنا ما عنا جمعه واضح سير تلفيق هكذا إذن صار يجمع ويقصر مذهب الشافعي لا إذا لم يكن يعلم متى يرحل عند الشافعي عشرين يوما فقط يبقى يجمع ويقصر عشرين يوما إذا لم يكن يعلم إذا كان عالما أو نوى إقامة أربعة أيام فعند الشافعي ماذا عدا يومي الدخول والخروج يصير مقيما عليه أن يتم ولا يجز له أن يجمع واضح فما يصير الإنسان يلفق يبقى مثلا في منطقة لا يعلم متى يرجع شهر شهرين ثلاث يجمع ويقصر طبعا أنت تأخذ هنا بمذهب الحنفية وهم لا يجزون الجمع صحيح إلا إذا في مذهب آخر يقول بقولنا ويجيز الجمع فعلى ذلك المذهب يمكن واضح يعني هذه المسألة اللي هي إذا لم يكن يعلم إذا لم يكن يعلم متى سيخرج من هذا الوطن أو من هذا البلد الذي نزل فيه وهو مسافر فإن له أن يترخص برخص السفر مهما طال هذا مذهب غير الشافعي يعني الشاعة الحنفية والمالكية والحنابلة فقط الشافعي الذي قصرها على عشرين يوما واضح طيب قال ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته لأنه لا يمكنه مخالفته إنسان لم يسافر لنفسه وإنما سافر لمن لغيره الزوجة زوجها هو المسافر وسافرت معه زوجها هو المسافر وسافرت معه في هذه الحالة متى ما أقام الزوج يحكم بإقامته ومتى سافر الزوج يحكم بسفره هي نوت إقامة خمسة عشر يوما في هذه البلدة لكن زوجها لم ينوي هل هي مسافرة أم مقيمة مسافرة لا عبرة بنيتها سافر ملك ومعه الحرس الحرس نووا إقامة خمسة عشر يوما لكن هل هم مسافرون لغايتهم ليس صحيح ليس لغايتهم وإنما هم تبعون والعبرة بالأصل متى ما نوى الإقامة خمسة عشر يوما يصيرون مقيمين وإن لم ينووا واضح ومتى ما لم ينوي أو إذا لم ينوي إقامة خمسة عشر يوما ولو نووا لا عبرة بنيتهم ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والزول يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته كلية الفقه الحنفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر